الحمد لله والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يعني ايه اولا مفهوم العفو انت حضرك شايف اللي هو العفو هو ايه العفو هو انا عملت معك مشكلة فبقولك اعفو عني فتقولي خلاص انا عفيت عنك يعني ايه عفيت عنك يعني مش عايزة حقي بس اه يعني مش عايزة حقي وخلي قلبي ما يبقاش متضايق منك طب والمشكلة اللي انا عملتها مع حضرتك هتفتكريها ولا مش هتفتكريها هتبي فاكراها ولا مش هتبي فاكراها هحاول ان انا اعفو ان انا هكبر دماغي اه هي اكيد في حاجات مش ممكن هتتنسي انا خايف اكبر دماغي فالمشكلة تكبر مع تكبر الدماغ المشكلة ما تكبرش لا المشكلة اكيد لو في مشكلة هي المشكلة هتفضل قائمة اكيد خلاص لكن انا هكبر دماغي عنها يعني احاول اتجهلها وانساها ما خليهاش تأثر على نفسيتي وقلبي وحياتي برضو ما وصلتش لدرجة العفو برضو برضو لازم انساها خلص خلص كأنها ما حصلتش هو ده بقى العفو العفو ده معناه المحو والازالة كأن الحاجة مش موجودة اصلا ما ينفعش اللي انا اذكرها ولا اصلا اتذكرها ولذلك النبي لما قال للسيدة عائشة قولي اللهم انك عفوهم كريم وعلهاش قولي اللهم انت الغفور فاغفر ليه مثلا ليه لان المغفرة هي الساتر الساتر بس الزم موجود موجود ممكن ربنا يذكر الانسان بيه ومع انه قد غفر له لكن العفو يبقى المحو والازالة بالكلية وربنا ما يذكرش العبد بيه بل العبد اصلا ربنا تبارك وتعالى يخلي العبد ما يفتكرهش اصلا نهائيا فهنا كأنه لم ايه لم يكن على الاطلاق هو ده معنى العفو فتخيالي المعنى ده احنا مش عارفين انه وصله غير لوقتي هو اصلا صعب هو صعب اذا التسامح العادي ما زال لسه عند ناس صعب فمن بالك بقى العفو النهائي ده فلذلك احنا محتاجين اللي احنا نبدأ نتدرج بقى في الاخلاق ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الحلم بالتحلو ابدأ تعود كده لدرجة اللي انت لما تشوف الانسان اللي عمل معاك مشكلة لا تتذكر المشكلة ابدا حتى لو عمل معاك مشكلة مرة تانية ما تقعدش تتذكر وتقول له فاكر لا انت ناسي خالص نهائيا ونغلطت ان انا سامحتك اصلا اول مرة اذكر ارتها تاني واخد بالحضاتك ولذلك سيدنا ابو الضرداء رضي الله عنه لما بالغ احد بالغ في شتمه وسبه قال يا هذا شوفوا كلام ده كلام الصالحين دواء يا استاذ دعائي قالوا يا هذا لا تبالغ في شتمنا وابقي للصلح موضعه اه تسيب خط كده اه فإنا لا نكافئ من عاصى الله فينا بأكثر من ان نطيع الله فيه اللي بيعصى ربنا فينا احنا الجزاء اللي هو ايه ان نطيع الله عز وجل فيه ولذلك القرآن يقول فمن عفى عفى ها واصلح فاجره على الله فمن عفى واصلح فاجره ايه على الله وهنا ملمح لطيف هو ليه قال فاجره على الله ما قالش فاجره على الله ليه طب فكري ايه الفرق من الاجر والجزاء الأجر يعني حاجة كده بحس بها زي أجر الفلوس مثلا؟ ببقى فيه عقد صح؟ يقول لذلك ده معنى مهم جدا قالوا الأجر ده مكان عن عقد بينه وبين الآخر فيه عقد فأنت لو عملت كذا ففيه إيه؟ فيه الأجر بتاعك تمام؟ الجزاء بيتم عن عقد وغير عقد يعني ممكن أنا أديلك من غير عقد خالص نهائيا فلذلك هنا القرآن قال فأجره وهنا ملمح ليه فأجره قال عشان الإنسان يتذكر أن فيه عقد ما بينه وبين الله عز وجل اتفقنا احنا اتفقنا طب اتفقنا علي إيه رب فيه أجر اللي هو إيه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فربنا اشترى منك النفس دي طب اشترى منك النفس إيه عشان إيه عشان اللي انت تكذب الغيس اللي انت تصبر اللي انت تكون عفو طب وده يا رب لو أنا عملت كده ليه مش إحنا عندنا في العقد ربك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عارقه. مش هو قال كده النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بسرعة إعطاء الأجر للأجير اللي هو تم معاه العقد. فما بالك بقى إذا كان العقد ببينك وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى. اللي هو يبقى فمن عفى وأصلح فأجره على مين. فأجهه على الله. الله عز وجل هو الذي يتولى المكفأة. الله عز وجل هو الذي يتولى الجزاء هذا الإنسان. يعطيه الثواب. ولذلك ربك الكريم سبحانه وتبارك وتعالى كان دايما يقول كده فصفح الصفحة الجميل. اللي هو معهوش عتاب. ومعهوش عتاب أبدا. مش تيجي بقى خلاص احنا هنبدأ نتصفح بس تعالى نتعاتي بالأول. مفيش عتاب بقى هو قالك فصفح. اصفح تماما بالكلية كده ما تعدش تتذكر. ولذلك لما أحدهم جاي يتكلم كده فبيقول له ما تيجي نتعاتب. قال لا اليوم لا نتعاتب بل نتغفر. ما تيجي نغفر لبعا. احنا ليسا هنذكر بقى ما هنذ لا تكبر تاني. فعلا. ولذلك القرآن قال فصفح الصفحة الايه. الجميل. الجميل. ايه الصفحة الجميل? اللي هو ما فيهوش عتاب أبدا على الإطلاق. أحلى حاجة العتاب ده أوحش حاجة.